قام وزير الفلاحة والصيب البحري والتنمية القروية والمياه والغابة السيد محمد صديقي بزيارة ميدانية لإقليم شتوكا أيتبهة اطلع خلالها على سير تقدم مشاريع لتنمية الفلاحية التي تم إطلقها على مستوى الإقليم اليوم في إقليم شتوكا كان لدينا الوقوف على عدة مشاريع وبرامج وأوراش مهيكلة التي تدخل في إطار تنزيل المخطط الإقليمي للجيل الأخضر استراتيجية جديدة للتنمية الفلاحية من 2030 والتي اعطى انطلاقها جلالة الملك نصره الله في فبراير 2020 وبالمناسبة قدمت للسيد صديقي الذي كان مرفوقا بوفد ضم على الخصوص ولجهة سوسمسة عامل عملة أجدير إدوتنان ورئيس مجلس جهة سوسمسة وعامل إقليم شتوكا أيتبهة شروحات حول المشاريع التي تمت زيارتها